قام سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلاديات والتخطيط العمراني بجولة تفقدية لمشروع عمل الإشارات الضوئية للمدخل الشمالي لمدينة عيسى وذلك للأطمئنان على مراحل عمل الإشارات الضوئية والاطلاع على انسيامية الحركة المرورية والذي يأتي ضمن برنامج المشاريع التحسينية العاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية عند المناطق الحيوية هذا المشروع من شأنه توفير انطلاقة سلسة بموقع تقاطع سلمباد الحالي للقادمين من الشمال إلى الجنوب والعكس ووجه الوزير المعنيين في الوزارة بضرورة استمرار مراقبة حجم الكثافة المرورية في كافة المسارات بشكل يومي المشروع يتضمن تقليص عدد المراحل الحالية للإشارات من خمس إلى ثلاث مراحل حيث ستكون هناك تحويلات مرورية لحركة القادمين من سلمباد القادمين من بوابة مدينة عيسى والقادمين من مدينة عيسى عند شارع عمان لتوفير سيابية للحركة المرورية على الشوارع الرئيسية مثل شارع الشيخ سلمان وشارع الشيخ عيسى بن سلمان وتقليل الازدحامات المرورية عليها المشروع يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للتقاطع وتخفيض زمن التأخير للمركبات حيث أن عدد المركبات المستخدمة للتقاطع بنظامه الحالي يفوق الطاقة الاستيعابية بـ 21% وأنه لا يمكن خفض زمن الانتظار من دون إضافة مسارات جديدة وفصل الحركات المرورية بجسور وأنفاق وهو المشروع المزمع تنفيذه حال انتهاء الدراسة المرورية لتطوير التقاطع وعليه فقد توجب تقليل بعض مراحل الإشارات الضوئية مع توفير مسارات بديلة للحركة المرورية وذلك لرفع الطاقة الاستيعابية وبالتالي رفع كفاءة التقاطع لمستويات مقبولة كما قامت الوزارة بتوفير مسارات بديلة لضمان سيابية للشوارع الرئيسية وتقليل الازدحامات عند التقاطع